أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إسقاط تسعة أهداف جوية روسية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وضفت أن تلك الأهداف شملت أربع طائرات بدون طيار وثلاثة صواريخ وطائرتين بحسب صحيفة كييف اندبندد كما صدت القوات الأوكرانية أحد عشر هجوما روسيا في منطقتين دوناتسك ولوغانسكو وحررت بعض المناطق على حدود منطقتين ميكو لايف وخريسون وفقا لهذه الصحيفة